السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فأحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إليه عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التسديد في القول والجواب كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب أبدأ بأول سؤال من هذه الأسئلة الأخ سهيب من اليمن يقول جدي جاء مرض وجاء شهر رمضان وهو مريض ما استطاع أن يصوم ودخل عليه رمضان الثاني وهو قد توفي هل يقضون عنه أم لا سهيب بارك الله فيك بالنسبة لمن لم يصوم رمضان بسبب مرض ثم اتصل هذا المرض بالموت يعني مضى عليه وقت وهو مريض ما يستطيع القضاء ثم مات ما عليه شيء وليس على أوليائه شيء ولله الحمد والمنى لا هو عليه شيء ولا صوم على أوليائه بارك الله فيك وفيهم علي من تركيا يقول سمعتك ذات يوم تقول عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حيث قال له لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كيف نوفق بين هذه المسألة علي من تركيا بارك الله فيك رضي عنك زادك الله علما أخي الفاضل هذه مسألة تسمى مسألة الإكراه الإكراه قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراء والمقصود أن من أكره على قول أو فعل شيء هو كفر في أصله ولكن أكره إكراها تاما هل يستجيب لهم لينقذ نفسه المعصومة أو يصبر ويتحمل حتى ولو أدى إلى قتله قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل أن يصبر ولا ينطق بكلمة الكفر ولا ينطق بكلمة الكفر ويحملون الأحاديث مثلا هذا الحديث الذي ذكرته وإن قطعت أو حرقت أيضا بلال رضي الله عنه لما حاولوا قتله وكان يقول أحد أحد وبقية النصوص أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه فقالوا الأفضل أن يصبر حتى لو أدى إلى قتله ما ينطق بكلمة الكفر ولا يفعل أمر كفري القول الثاني قالوا لا مدام أن الله تعالى رخص للمكره أن يستجيب وأهم شيء قلبه يكون مطمئن بالإيمان هذا أفضل وذكروا قصة عمار بن ياسر لما استجاب والله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمسألة أخي الفاضل خلافية أنت ذكرت الآية وذكرت الحديث لا هناك أحاديث كثيرة جدا لكن هي المسألة الداخلة في الأفضلية هذا هو الجمع يا علي أم محمد من الإمارات تقول هذا صحيح أنني بعد صلاة الفجر نقرأ سورة ياسين وبعد صلاة الظهر الواقع وبعد العصر سورة الرحمن وبعد المغرب سورة الدخان وبعد العيشة سورة الملك أم محمد بارك الله فيك مثل هذا الأمر الذي ذكرته يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة ليس عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أن هذه السور تقرأ في مثل هذا الترتيب إلا سورة تبارك في الليل فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة تبارك ثلاثون آية تنجي صاحبها في القبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو نجت صاحبها و هي سورة الملك و لذلك من السنة للإنسان أن يقرأ سورة الملك في الليل أما ما ذكرته من السور هذا باطل بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد مشروعيته يقرأ هذه ياسين بعد الفجر و القواقع بعد كذا و كذا هذا ما عليه دليل بارك الله فيك فالح الشهراني من السعودية يقول أنا يوميا أستغفر لموتى من جماعتي معينين ما لي بهم قرابة هل يجوز أن أستغفر لهم فالح بارك الله فيك إذا كنت تقصد الاستغفار لهم تقول اللهم اغفر لي فلان اللهم اغفر لي فلان و فلان و فلان و فلان من جماعتك حتى لو ما كانوا من أرحامك هذا عمل صالح و طيب بل لو استغفرت لجميع المسلمين و المسلمات لك الأجر و الثواب فيجوز لك يا أخي الفاضل أن تستغفر لهم أما إذا قصدت تقول لا أنا أستغفر وأهب ثواب الاستغفار لهم لا و إنما تستغفر لهم و الاستغفار هو الدعاء لهم بالمغفرة تقول اللهم اغفر مثلا لوالدي اغفر لي اجدادي اغفر لي اعمامي اغفر لي اخوالي اغفر لي وناس من جماعتي حتى لو سميتهم باستغفارك اللهم اغفر لي فلان ابن فلان طيب هذا عمل صالح وتؤجر على ذلك يا فالح ام عبدالله من السعودية تقول يعني انا تزوجت وانا صغيرة وحصل ان زوجي ضمني في نهار رمضان لكن ما عرف تقول ما خرج منه المني او شيء يعني غير واضح سؤال الاخت ام عبدالله من السعودية لكن انا فهمت سأجيبك بتفصيل يا اختي ام عبدالله اذا كان حصل بينك وبين زوجك جماع في نهار رمضان حتى ولو لم ينزل المني حتى ولو لم ينزل المني فان عليكم كفارة مغلظة عليك كفارة وعليك كفارة ويعتق رقب الآن غير موجودة تصومون شهرين متتابعين ستين يوم اذا كان تصومون بغير اعتبار بداية الشهر واما اذا رأيتم الهلال يعني تصومون على رؤية الهلال فتصومون على الهلال اما ان يكون الشهر ثلاثين او تسع وعشرين فعندك شهرين اذا كنتم عاجزين عجز كامل ما عندكم قدرة على الصيام تنتقلون الى اطعام ستين مسكينا انت تطعمين ستين مسكين وهو يطعم ستين مسكين واضح اما اذا كان تقول لا هو مجرد ضمني ما حصل جماع وانما ضمك وحصل هو انزل فهو عليه يقضي هذا اليوم فقط يقضي هذا اليوم فقط ما عليك كفارة مغلظة وطبعا في الاولى اذا حصل جماع مع الشهرين يصوم تصومين انت هذا اليوم لانكم افسدته وهو يصوم هذا اليوم ايضا لانه افسده فسؤالك ما كان حقيقة واضح ولذلك انا جبتك على الحالة ام محمد الحمادي من عمان تقول اذا وجبت على الانسان سجدة سهو متى يكون الدعاء يعني في التحيات الذي قبل السلام هل يكون قبل سجدة السهو او بعدها ام محمد الحمادي من عمان بارك الله فيك بالنسبة للانسان اذا كان عليه سجود سهو قبل السلام فانه يأتي بالتحيات كاملة بالادعية يعني سننها ايضا فتنتهي من التحيات ثم تقول اللهم ان يعوذ بك من عذاب القور ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجان ثم تسجدين للسهو سجدتين وبعدين السلمين فالدعاء يكون قبل سجود السهو في اخر التحيات رفيف من سوريا تقول انا نذرت نذر يا شيخ انه اذا نجحت في الصف التاسع احفظ سورة البقرة الان مش قادرة على حفظها رفيف بارك الله فيك واضح بانك يعني صغيرة انتبهي لا تنذرين مرة ثانية فالنبي عليه الصلاة سامنها عن النذر وقال ان ما يستخرج به من البخيل والنذر لا يرد من قضاء الله شي وان كنت انت الان نذرت نذر يعني طاعة لكن لا تفعلين هذا بارك الله فيك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر ها شوفي انت الان نذرتي لله تحفظين سورة البقرة ان نجحت من الصف التاسع وما استطعتي الامر الثاني اذا كنت بالغة مكلفة يعني بالغة مكلفة وما استطعتي تحفظين سورة البقرة وقد نذرتيها تنتقلين الى اطعام عشرة مساكين الى كفارة يمين تطعمين عشرة مساكين بارك الله فيك تستطيعين عندك مبلغ مالي تطعمين عشرة مساكين ان قلت نعم يجب عليك ان قلت ما عندي ما استطيع تصومين ثلاثة ايام بارك الله فيك قيصر من الاردن يقول رجل صلى العصر مع الامام جماعة في المسجد وقد دخل في الصلاة بعد قيام الامام من الشهد الاول ولم يدرق قراءة الفاتحة وركع الامام للركعة الثالثة وركع معه وكان بإمكانه أن يقرأ الفاتحة لكنه انشغل بقراءة دعاء الاستفتاح ولم يقرأ بالفاتحة وقد أكمل صلاة و أسقط هذه الركعة و أكمل ثلاث ركعات هل صلاة صحيحة؟ قيصر بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل مسبوقا الامام مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة مثل ما ذكرت الأصل أنه يأتي بتكبيرة الإحرام يقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ما تصح الصلاة إلا بها ثم يأتي بدعاء الاستفتاح و كيف دعاء الاستفتاح عند هذا الأخ طويل حتى فوت عليه قراءة الفاتحة الله أكبر سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني أنا ما أدري كيف جلس يقرأ دعاء الاستفتاح فإذا كان عنده وسواس يتق الله و يترك الوسواس الأمر الثاني الركعة الله يرضى عليك يبارك فيك تدرك بالركوع فإذا أدرك المسبوق الركوع فقد أدرك الركعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة و جاء في حديث آخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فقد أدرك الركعة فإذا كان الإنسان يقرأ الفاتحة ثم الإمام ركع يجب عليه أن يقطع الفاتحة خلاص يقطع الفاتحة الإمام يتحمل عنه ثم يركع مع الإمام و ما يعيد هذه الركعة صاحبك الآن أسقط هذه الركعة وهي صحيحة صاحبك أسقط هذه الركعة وهي صحيحة وجاب ركعة زائدة راح وجاب زيادة ركعة وهذا غلط صلاة أصلا صحيح لأنه أدرك الركوع عموما لو تقول يعيد الصلاة أفضل احتياط ما دام أنها صلاة واحدة ووصيه أيضا بتعلم العلم الشرعي أم بدر من الكويت تقول هل يجوز أن أردد مع الأذان من التلفزيون إذا كنت بمكان لا يسمع فيه أذان المسجد لبعده أو غير واضح مثلا وأكسب الأجر علما بأن الأذان يؤذن في نفس الوقت يعني في تلفزيون ديرتي أم بدر بارك الله فيك إذا كان الأذان مباشر يعني في التلفزيون مباشر منقول مباشر نعم رددي ما فيها شيء خاصة وأنك ما تسمعين الأذان اللي في الحي أما إذا كان تسجيل لا لأن هذا حكاية أذان وليس هو أذان مباشر أم محمد من عمان تقول من أربع سنوات جبت بعملية قيصرية وللعلم جميع أولاد الأربعة بعمليات قيصرية بعد الولادة يا شيخ أتعب نفسيا انتابني اكتئاب أتعب كثيرا لي بنت خالة كل ما رأتني ذكرني بوضعي بعد الولادة في أي مكان ألتقيها فيه آخر مرة انزعجت منها وأخبرت أن ما كان ابتلاء من الله لعل الله كتب لي من ورائه الأجر والحمد لله هي فترة مؤقتة وتذهب ومن يدري لعل الله يبتليك في يوم من الأيام فهل انزعاجي منها وردي عليها في خطأ أو قطعة رحم أما محمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة لهذه المرأة كان الواجب عليك أن تنصحينها لا أن تدعي عليها لأنه واضح أنها جاهلة تقول الله يا فلانا هذا الكلام ما يجوز منك المفروض أنك يعني تسليني المفروض أنك تدخلين علي السرور المفروض أنك تقولين كلامي صبرني أما قضية الذكرين بهذه المواقف حتى يأتيني الاكتئاب و تأتيني هذه الحالة هذا غلط فإذا كانت هي جاهلة ما عندها دبرة ما عندها فهم علميها أما إذا كانت متعمدة تقصد إيذائك و تقصد الإضرار بك ما عليك شيء لو دعوتي عليها أمامها لأنها ظالمة هذه هذه ظالمة فإذا كانت هذه المرأة تقصد إيذائك و تقصد فعلا أن يخيم عليك الحزن و الكآبة لا هذه ظالمة لو دعوتي عليها ما عليك شيء لكن يظهر والله أعلم أنه ما حد عاقل يسوي مثل هذا الكلام ما في عاقل يسوي خاصة القريبة لك فإرجعي لها أنت استغفر الله أولا و إرجعي لها و قولي لها اتق الله و ما يجوز لك أنك الآن تدخلين علي الحزن المسلم يدخل على أخيه المسلم على أخيه المسلم البعيد السرور كيف أنا قريبة لك فذكريها بهذا الكلام بارك الله فيك عدنان من ليبيا يقول هل لبس الجوارب مفروض على المرأة عند الصلاة سواء في بيتها أو غير بيتها عدنان من ليبيا بارك الله فيك المرأة مأمورة بستر القدمين في الصلاة بجوارب بعباءة بثوب بأي شيء و سواء كانت في بيتها أو خارج بيتها فأي امرأة تفهم بأن تغطية القدمين في الصلاة خارج البيت هذه أخطأت خارج البيت و داخل البيت يجب على المرأة أن تغطي قدميها و هذا قول جماهير أهل العلم و إن كان المسألة فيها كلام لكن جماهير أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة بجوارب بثوب طويل بعباءة بأي شيء بارك الله فيك أم محمد من الشارقة تقول عندي مشكلة مع زوجي أريد نصيحة أنا تعبت معه عمره سبعين سنة للأسف يذهب إلى أماكن الزنا بعد كل ما اكتشفت يقول أتوب إلى الله و يرجع الآن من ثلاث أشهر هجرته هل علي إثم علما بأني لم أقصر في حقه و يقول أحبك و يسوي العكس و أنا خايف من الأمراض و هو الآن مستمر على مقارفة الزنا و العياذ بالله هل إني آثمة على أن ني هجرته أختي أم محمد أنت مأجورة على الهجر و لست آثمة أنت مهجورة على أنت عفوا مأجورة على هجره أنت مأجورة على هجر هذا الزوج الذي فعلا ثبت عندك بأنه متلطخ بالزنا و يقارف هذه الخطيئة و يقع في هذا الذنب نسأل الله العافية و السلامة و أما لو لم تهجريه و سكت عن هذا فأنت كأنك تقرين على مثل هذا الفعل خاصة و أن الذي و العياذ بالله مدمن على هذه القبائح قد يحمل أمراض و ربما ينقل إليك هذه الأمراض و أنت بريئة و لذلك أخت الفاضل لك الحق الكامل أن تطلب مفارقة هذا الزوج لك الحق الكامل أن تطلب مفارقة و ترفع أمره إلى المحكمة إذا فعلا ما تاب إلى الله و ما ترك هذا الطريق السيء خاصة في هذا العمر نسأل الله العافية و السلام نسأل الله السلام و العافية سبعين سنة أو أكثر و يذهب إلى أماكن الحرام نعوذ بالله فيا أخت الفاضل جوابا على أسوالك أنت مأجورة على هذا الهجر غير مأزورة و مطالبة بزيادة أنك تحذرينه تمهلينه وقت معين تقول إلى إما أن تتوب إلى الله و تترك هذا الطريق السيء و إلا سأرفع أمرك إلى المحكمة لأن بعض الناس ما ينفع فيه الكلام و إلا الموعظة ما ينفع فيه إلا القاضي ما ينفع فيه إلا المحكمة ما ينفع فيه إلا أن يكون هناك حكم عليه فإذا ما استفاد قل إلى هذا الكلام أم البراء من السعودية تقول في مشكلة بين أمي و خالتي خلاف بينهم خالتي هي الغلطانة بحق أمي و الحين قاعدة تحاول تتصل إلى الأمي عشان تفهمها الموضوع بس أمي رافضة ملاحظة أمي أصلا ما تدري وش اللي خلى قالت تسوي هذا الموضوع و صار من أربع سنوات تريد يعني كلمة أم البراء بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلب والدتك و قلب خالتك أسأل الله تعالى أن يبعد عنهم الشر أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا و أن يبعد عنهم السوء و الشر أخت الفاضلة أنت تقولين خالتك أخطعت صح أو لا؟ أنت تقولين خالتك أخطعت و تقولين بأن الوالدة ما تدري ليش خالتك سوت الكلام هذا الآن الوالدة ارتكبت نفس الخطأ تقولين لي كيف؟ لأن خالتك تريد تفهم أختها أن اللي سوت فيه سبب و أمك رافضة أنها تسمع كلامها و رافضة أنها يعني تكلمها و رافضة أنها تستقبل اتصالها طيب إلى متى؟ إلى متى والقطيعة؟ طيب الوالدة تخطي أو لا؟ أنا أسألك يا أم البراء وأسأل والدتك إذا كانت تشاهدني والدتك معصومة؟ أكيد الجواب لا غير معصومة كلنا غير معصومة نخطي أو لا؟ نخطي طيب ما عندنا أخطاء عندنا أخطاء خلي هذه سيئة من سيئات أختها سيئة واحدة من سيئات أخت أخطأت بحقها طيب عندها حسنات فيه صلة رحم فيه قرابة فيه ربي راقب و يحاسب سبحانه وتعالى خليها من سيئاتها اللي صدرت منها طيب عندها حسنات كثيرة مع والدتك عندها تاريخ مع والدتك فيه دم و لحم مثل ما يقولون طيب نقف عند هذه النقطة لو كل واحد وقف على نقطة واحدة انتهت الدنيا ما حد يسلم على الثاني و بعدين يمكن خالتك هذه عندها سبب لو سمعت الوالدة السبب اقتنعت لأن اللي سوته غريب صحيح لكن خليها تسمع منها يمكن السبب اللي تذكره بيقنعها يقنع الوالدة و تقول والله معك حق ان قلت هذا الشيء او تصرفت هذا التصرف فيا اخت الفاضلة حتى لو كانت خالتك فعلا اخطأت مية بالمية ما في مغفرة ما في عفو ما في صفح الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس مو بالأخوات والأخوان والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره النبي صلى الله عليه وآله سلم ما بقي شيء من الأذية إلا أوذي من المشركين والمنافقين والأعراب كان يغفر و يدمح و يصفح و يعفو صلى الله عليه وسلم و بعدين ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله و ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة إلا عزة والدتك هذه بيجيب بتأخذ أجر عظيب جدا و يرفعها الله إذا عفت عن أختها و بعدين خلت اسمع لها الآن الوالدة بدأت ترتكب خطأ أصبحت الوالدة هي اللي تخطئ لها ليش لأن ما استمعت للأختها يمكن أختها عندها كلام بتقول لها تقتنع في النهائي هذا الذي أنصحك و أنصحها و أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب الجميع أم دعاء من اليمن تقول لو ظلمت شخص ربي ما يغفر لي مثلا تقول يعني هذا الشخص ظلمت و أنا إذا استغفرت حق الشخص يبقى أم دعاء بارك الله فيك بالنسبة لشخص ظلم آخر حتى تكون توبة صحيحة لا بد من أربعة شروط الإقلاع عن الذنب يعني عن الظلم الندم على فعله العزم الأكيد على عدم العود إليه و التحلل كيف التحلل الذنب ظلمك للآخر على نوعين مادي و معنوي المعنوي مثل جرحتي مشاعرها غتبتيها آذيتيها بكلام تقولي لها اجعليني في حل سامحيني حلليني الثاني مادي ترجعين لها الحق سواء كان نقود ولا أعيان ولا أي شيء بهذا تتم التوبة الصحيحة أما إذا كان الإنسان تاب إلى الله من هذا الظلم الله تعالى يقبل التوبة لكن يبقى حق المخلوق سيكون هناك قصاص يوم القيامة يقتص المظلوم من الظالم حتى لو كانت شات نطحت من شات أخرى ظلما الله يقتص للشات الجلحاء من الشات القرناء و لو بغى جبل على جبل لقتص الله من الجبل الباغي و لذلك اخت الفاضلة ما يروح يوم القيامة و أهم شيء الإنسان الذي ظلم الآخرين يتحلل منهم في الدنيا قبل أن لا يكون الدينار ولا درهم و إنما حسنات و سيئات أبو محمد من إيران يقول يا شيخ ما معنى كلمة الحمو التي وردت في الحديث أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت أبو محمد من إيران بارك الله فيك الحمو هو أخو الزوج الحمو هو أخو الزوج فقد صح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال أنه نهى عن الدخول على النساء قال لرجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت يعني أخو الزوج أخو الزوج أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول عندي حصالة فوق عشر سنوات كنت أجمع فيها فلوس بنية توزيع على أحفادي 12 سخص تقريبا من خمس سنوات ما وضعت فيه ولا درهم ففكرت يوم من اليوم كسرت الحصالة وجدت فيها مبلغ 4840 درهم هل أطلع من الزكاة وكيف وكم أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك 4840 نعم فيها الزكاة إذا ضمتيها إلى ما عندك من المال إلى ما عندك من المال أما إذا أنت قصدت أنك تصدقين بهذا المبلغ جمعته للصدقة على أحفادك وعلى كذا ما في زكاة أما تقول لا أنا جمعت هكذا يمكن أتصدق فيه يمكن أجعل هدية لا أكيد عندك مال آخر هذا المال 4840 تضمين إلى ما عندك من مال واتطلعين زكاة أما إذا كان ما عندك إلا هذا المال هذا نرجع إلى مسألة النصاب فإذا حسبنا بالذهب لا ما عليك زكاة فيه لأنه دون النصاب إذا حسبنا بالفضل نعم عليك زكاة عموما أنصحك اطلعين زكاة أختي الفاضلة أم هاجر من اليمن تقول يعني في صلاة الفجر أصلي بعض الأوقات مع زوجي جماعة وأحيانا آتي في بعض الأوقات أيضا أشوف زوجي يصلي السنة وقد يصلي الفرض فأصلي مع الفرض وأصلي السنة بعد ذلك ولا أترك صلاة الجماعة إلى آخر ما ذكرت يعني من سؤالها أختي أم هاجر من اليمن بارك الله فيك يجوز للمرأة أن تصلي مع زوجها جماعة سواء صلاة الفرض أو صلاة النفل حتى لو كان قيام الليل يجوز ولكن لا يجب على المرأة الجماعة فلو حرصت على أن تصلي مع زوجك ما عليك شيء ولله الحمد والمن مزنى الشخصية من عمان تقول حرم من الأهل قال لها الزوجة أنا ما أرضى عليك تقدمين للأكل ولا تسلمين علي لا في الدنيا ولا في الآخرة تقول ما الحكم يا مزنى بارك الله فيك طبعا هذا ليس طلاق هذا يعني كلام هو ليس طلاق ولا يمين هو يقول أنا ما سأمع كلاف الدنيا والآخرة ليش تجبيني الأكل وما تسلمين علي وهذا من حقه على زوجته فإذا كان بينه وبين زوجته مشكلة يعني يجب على المرأة أن تعزل المشاكل وأن تؤدي الحق إذا دخلت على زوجها تسلم عليه وهو إذا دخل عليها يسلم عليها فخاصة ما دام أنه متحسس من مسألة السلام تسلم عليه تسلم عليه حتى لو بقيت زعلانة في خاطرها شيء ما يضر السلام غير السلام عبادة وفي خاطرها شيء وإن شاء الله زوجها يرضيها لكن هذا ليس بالطلاق بارك الله فيك أبو محمد من العراق يقول أبي قام بشراء منزل وتسجيل بإسمي أنا وأخي على أساس نصف له ونصف لي مناصفة بينه وبين أخي توفي أخي أسألكم الدعاء الله يغفر له ويرحمه يقول أبي هو الذي دفع قيمة البيت سعر البيت وشاركنا أنا وأخي بمبالغ بسيطة مع أبي سؤالي أريد أن أدفع قيمة القيمة لابن أخي علما أن أبي وأمي على قيد الحياة فهل أعطي لابن أخي ما دفعه أبوه اللي هو أخوي المتوفى من قيمة القيمة أم أعطي له نصف البيت قيمة البيت أعطي لابن أخي المبلغ الذي دفع أبوه سعر البيت 135 مليون أخي دفع 5 مليون فقط أعطي له نصف القيمة البيت أو نصف 135 إلى آخر شوف يا أخي الفاضل أبو محمد من العراب الآن بالنسبة لي واضح أن والدكم وهب لكم بيتا وهذا البيت منقسم إلى قسمين قسم لك وقسم لأخيك الذي توفي أنت وأخوك دفعتم شيء في هذا البيت ذكرت بأن أخوك دفع 5 مليون 5 مليون الآن إذا أردت أن تعطي ابن أخوك الآن نصف البيت بارك الله فيك هذا ليس من حقك أنت نصف البيت أصبح تركة الوالد والوالدة يريثون كل واحد السدس زوجة أخوك لها الثمن ابن أخوك إذا كان ولد واحد فقط له الباقي إذا كان أولاد ذكروا أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فنصف البيت بارك الله فيك هذه تركة أما المبلغ اللي دفعه 5 مليون هذا زائد على البيت بارك الله فيك إما أن تقيم البيت على هذا السعر يعني الآن الوالد مثلا اشترى البيت قلت لي بـ 135 مليون 135 مليون أنت الآن تقيم على أنه 140 مليون وبعدين إذا أردت أن تحسب لازم تخصم الخمسة مليون من جهتك أنت تضيفها إلى نصيب أخيك بارك الله فيك بهذه الطريقة ولذلك أنت تقسم هذا تقسم نصف البيت وإذا الوالد والوالدة تنازلوا عن حقهم تنحصر تركة نصف البيت في الزوجة والأولاد في الزوجة والأولاد يبقى قضية أن تأخذ البيت وتقيمه وتبيع مثلا تقول أنا سأقيم البيت نصف المئة وخمسة وثلاثين مع زيادة خمسة مليون وتعطيهم إياه بارك الله فيك يا أبا محمد الأخ صالح من السرائل بارك الله فيه يسأل يقول يريد يعني شرح بسيط لصورة المرابحة والإيجارة المنتهية بالتمليك وغير ذلك أخوي صالح بارك الله تعرف بأن البرنامج وقته يعني محدود وهذه المسائل يطول شرحها يعني مسألة المرابحة هي معرفة يعني شراء الإنسان سلعة معينة يعرف يعني الثمن القيمة وأيضا المدة بأقصات شهرية ولينتفع بهذه العين فيبيعها مثلا أو ينتفع بها مثلا وإن كان بعض العلماء يرى بأنه إذا أراد أن يبيعها هذه تسمى تورق وأما إذا أراد أن ينتفع بها هذه تسمى مرابحة يعني مثلا أنت تريد شراء سيارة تأتي إلى شخص تقول له يعني أنا أريد أن أشتري هذه السيارة فيقوم فيملكها ثم يبيعها عليك مثلا بعد ما يملكها ملك تام يبيع عليك بأقصات شهرية مدة عشرين شهر أربع وعشرين شهر مثلا هذه تسمى المرابحة الإجارة المنتهية بالتمليك لاحظ بأنها شوف لفظتين إجارة وتمليك يعني هي ملك منفعة لعين معينة وتنتهي بملك هذه العين بعد استفاء القيمة يعني مثلا نقول سيارة أيضا سيارة إجارة منتهية بالتمليك كيف تؤجرها بمبلغ شهري فإذا يعني استكملت المبلغ ملكت السيارة طبعا المجامع الفقهية وأغلب الفقهة على منع ذلك لكن يجوزونها في حالة إذا انتهى العقد بدأ عقد جديد فيقوم مثلا المؤجر بهبة السيارة لك يقول وهبتك السيارة أو يقوم بعقد جديد بيع عقد بيع جديد ويكتفي بالببلغ الذي دفعته له أو يقول لك مثلا تدفع الرسوم الفلانية ويكون بهذا البيع صي أما أصل الإجارة المنتهية بالتمليك على أنك إذا دفعت أقصار ثم انتهيت وملكت هذه السيارة هذه ممنوعة لوجود يعني إشكالات كثيرة كون عقدين في عقد وكون فيها غرر وجهال وكون يترتب عليها شروط جزائية مالية هذه التي جعل العلماء يمنعونها نورة من العين بارك الله فيها تقول أمي سوت عملية لركبته وقالت إن شاء الله إذا نجحت العملية بصوم شهر كامل هل هذا يعتبر نذر أو لا وهل يجب أن تصوم شهر متواصل أم لا نورة بارك الله فيك والحمد الله على سلامة الوالدة لا هذا مو بنذر تقول يعني أنا إذا نجحت العملية إن شاء الله بصوم شهر هذا ليس نذر لكن إذا حبت تصوم شهر طيب تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوسف من اليمن يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج خارج البيت في خمار ملون مثل الأحمر أو الأصفر أو أي لون تحت نقاب الوجه يوسف بارك الله فيك بالنسبة للحجاب إنما شرع لأن تستر المرأة زينتها حتى لا تكون عرضة للأنظار وليعني النفوس المريضة هذا الذي شريع من أجل الحجاب أما أن تأتي المرأة تلبس حجاب ملون ومزخرف ومورد ومزهر ما صار حجاب هذا لذلك التلاوين هذه إذا فعلا جعلت الناس يعني تنتبه وتلفت نظر الناس هذا ليس بحجاب ليس بحجاب لأن الحجاب لما شرعه الله عز وجل الحكمة واضحة والعلة واضحة هي ستر زينة المرأة المرأة ما تتزين إلا لزوجها نسائها محارمها مثلا ما تروح تعرض نفسها للناس فبارك الله فيك تقول عندي إخوة وأخوات وأبي رحمه الله كتب البيت هبة وهذا بعد مشاورتهم ورضاهم مع العلم أن ما يوجد تركة أخرى إلا هذا البيت وافته بعد وفاته ضميري النبني كثيرا خفت أن الله تعالى يعاقبه من أجل هذا كتبت البيت باسم أمي ليكون ضمن التركة بعد عمر طويل إن شاء الله هل فعلي صحيح وأمي تريد أن تعيده لي كون أني كبرت في السن بعد الخمسين ولم أتزوج أختي أمي مبارك الله فيك بالنسبة للوالد حينما كتب البيت باسمك وخصك بالهبة لا شك بأنها هذه هبة غير عادلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلا في حالة واحدة إذا كان بقية أولاد رضوا بهذا وأنت قد أحسنت حينما نقلت البيت للوالدة لكن هذا ما يكفي هذا ما يكفي عموما تسترضين بقية إخوانك وتقولين والله الوالد كتب البيت باسمي وأنا والله خايفة يعني أنه يكون قد أخطأ في هذا فما أدري وتخبرينهم بأن الوالد حريص على على بنته أميمة خاصة وأنها كبرت في السن وكذا قولي له ماذا الكلام قولي للوالدة تؤثر عليهم أيضا حتى يبقى البيت باسمك إذا كانوا يعني الحمد لله غير غير محتاجين عموما يعني لو أرجعت الوالدة البيت لك مع رضا بقية الورثة يجوز لك أن تتملك هذا البيت أم آسيا من الأردن تقول أنا أصلي ركعتين قبل صلاة الظهر سنة ثم أصلي الفرض أربع ركعات ثم أصلي بعد الفرض ركعتين سنة فقط أنا سمعتك تقول لازم نصلي ست ركعات سنة أختي أم آسيا بارك الله فيك وزادك الله حرصا هو حقيقة هذه مسألة خلافية يعني بعض العلماء ذهب إلى أن السنة الراتبة عشر ركعات وفي هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحديث الصحيح الآخر أنها 12 ركعة وهذا يعني يتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول يعني يرشد إلى عدد ثم يزيد فالنبي عليه الصلاة والسلام زاد ولذلك إذا قلنا ثنتين عشرة ركعة تكون ثنتين قبل صلاة الفجر بعد الأذان وأربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان ركعتين ركعتين بعدين تصلين الظهر بعدين تصلين ركعتين بعد الظهر هذه السنن رواتب إذا حبيت تزيدين أربع بعد الظهر أيضا هذا ورد فيه فضل عظيم لكن ليست من السنن الرواتب يا آسيا يا أخت أم آسيا بارك الله فيك الأخ سابع في إيطاليا مقيم في إيطاليا يقول أنا مقيم في إيطاليا هل تكفي أن أقول تكفيني أن أقول فقط بسم الله لآكل اللحوم لحوم غير المسلمين سابع بارك الله فيك طبعا الأصل في يعني ذبائع أهل الكتاب الحل والجواز لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا الأصل الأمر الثاني إذا اشتبه عليك ما تدري قل أنت بسم الله لأن عائشة رضي الله عنه قالت يا رسول يأتينا لحمان وما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال كلوا أنتم وذكروا اسم الله فتقول بسم الله أما إذا ثبت عندك بأن هذه الجهة هذا الشريكة تقتل الذبائح قتلا أو مثلا تصعقها بالكهرباء هذا ما يجوز ولا يجزئ أن تقول بسم الله عليه ما دام ثبت لديك أما إذا لم يثبت لديك ما في داعي إلى يعني البحث والتنقيب عن هذه الذبائح أم محمد من قطر تقول لما كان عمره 11 أو 12 سنة ما عرف شيء عن الدورة الشهرية ونزلت علي وشفتها بس ما طبعت حتى على الملابس يعني شفتها يوم واحد وهذا الكلام كان في شعبان وفي نص رمضان نزلت طبيعي السؤال هل تقضي بداية رمضان أو بس الأيام التي نزلت فيها وما بعدها أختي أم محمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة للمرأة إذا نزل عليها الدم أول شيء يكون في الغالب عندها اضطراب في الغالب ولذلك ينزل عليها شيء قليل ثم يتقطع وكذا فإذا كان نزل عليك ورأيت الدم حتى ولو لم يطبع على الملابس فهذه دم دورة يجب عليك أن تجلسي ما تصلين وأيضا ما تصمين وتقضين الصيام ولا تقضين الصلاة أنت تقولين نزل في شعبان طيب أكيد انقطع في رمضان نزل عليك تقضين الأيام التي نزل عليك في رمضان بارك الله فيك تقضين أيام الصيام أما الصلاة ما تقضينها ما قبل ذلك إذا كان يعني كنت تقضين أو تصومين مثلا قضاء ولا شيء هذه الأيام أيضا إذا كان الدم نزل فيها تقضينها تقضين قضاءها بارك الله فيك أسماء من موريتانيا تقول امرأة تقول بأنها قبل زواجها ذهبت إلى رجل يقول بأنه يرقي الرقية الشرعية وعطاها بعض التراب للاستحمام به وتم زواجها بحمد الله هل يعتبر هذا الزواج حلالا أم حراما علما بأنها تأخرت عن الزواج مدة من الزمن وأصبح الكل يعيرها بالعنوسة أم أسماء بارك الله فيك ما أدري هذا الراقي الذي يعطى التراب هذا ليس براقي شرعي ما عندنا رقات شرعيين يعطون التراب ولا شك ولا ريب بأن هذا نوع من أنواع الدجل وقد يكون إنسان لععاب ليس بالدجال ولا براقي هكذا لععاب يبتز الناس ويأخذ أموانهم يعطيهم مثل هذه الشغلات عموما تتوب إلى الله وتستغفر الله ولا تذهب في هذا الطريق مرة أخرى والحمد لله الذي يسر زواجها قضية هذا قدر الله والله لو صبرت وما ذهبت إلى هذا الرجل لجأ هذا الزوج هذا قدر الله بارك الله فيك وفيها سارة حسن من إيران تقول أنا دوم أحلم في السحر وأنا امرأة عازبة ولما يتكلمهم بخطبتي ما يعني ما ينجح ما تنجح الخطبة سارة حسن بارك الله فيك أولا قضية أنك تحلمين بالسحر هذا سببه أحد أمرين إما حقيقي وإما غير حقيقي غير حقيقي لأنك أنت تفكرين دائما لأن كل ما يتقدم لك أحد يروح أصبح عندك هاجس مقلق وتفكير دائم يمكن سحر يمكن سحر فهذه الصورة الذهنية هذه الصورة اللي في الواقع تنعكس في المنام وتبدين تشوفين والشيطان يحضر وهذا ليس له رصيد من الواقع والحقيقة أبدا ممكن يكون نعم صحيح لكن هذا تعرضين نفسك على راقي شرعي طالب علم من طلبة العلم اللي على المنهاج السليم وعلى السنة تعرضين عليه وتقولين له مثلا أنا رأيت كذا ممكن أنه يعني يجد لك تعبير وأيضا ما في داعة كلفين عمرك عليك بالرقية الشرعية أنت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطرة إذا دعاه قل جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء إن الدعاء هو العباد إن الدعاء هو العباد أنت ادعي الله عز وجل اقرأ الفاتحة على نفسك اقرأ القواقل على نفسك اقرأ آية الكرسي هذا كله فيه نفع خير بإذن الله جل وعلا أمت الله من اليمن تقول يعني هل يجوز قراءة القرآن من المصحف وأنا حائض علما بأني ألبس القفازات أختي أمت الله من اليمن طبعا بالنسبة لقراءة المرأة الحائض للقرآن مسألة خلافية من أهل العلما يمنع مطلقا ومن أهل العلما يجيز مطلقا ومن أهل العلما يجيز للحاجة وهذا الذي أنا أفتي به فالمرأة الحائض إذا احتاجت لقراءة القرآن كأن تكون طالبة أو معلمة أو محفظة أو حافظة أو تخشى النسيان أو امرأة ترقي نفسها أو تقرأ دائما سورة البقرة في البيت يجوز بشرط ألا تمس المصحف بيدها فإذا كنت لابس قفازين نعم يجوز لك أن تقلب المصحف أما مس المصحف باليد بالنسبة للحائض جمهور العلماء بل الاتفاق على منع مس المرأة الحائض للمصحف أمت الله من السعودية تقول أنا نذرت من سنين طويلة بعدما أنجبت واحدة من بناتي أن كل شهر أدري أني لست حاملا بدون مانع أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم أصوم وقتها تهاونا مني للأسف والآن بعدما صار عمري ستين سنة نسيت كم شهر كانت بدون حمل باعتقادي أن ثمانية أشهر جلست بدون مانع إلى أن حملت بابني والفرق بينهم سنتين فقط وأخاف أني غلطانة ما الحل وهل الآن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو عادي تسعة في شهر واحد وأعتبر عن ثلاثة شهور أختي أمت الله بارك الله فيك طبعا يمكن أكيد إذا كنت متابعتني دائما أنا أنبه و أحذر و أنهى عن النذر لأنه ليس كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة و السلام نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن النذر كان ينهى عن النذر عموما أنت الآن في ذمتك هذه الأشهر هذه الأيام اللي من كل شهر تقولين كل شهر تصومين ثلاثة أيام إذا فعلا ما كنت حامل من دون مانع و أنت تقولين سنتين سنتين ها تحسبين كل شهر وتصمين حتى لو كان عندك عمرك ستين ما شاء الله ستين يتحملون الصيام الحمد لله سبعين وثمانين وتسعين في ناس مية يصمون ولله الحمد هذه في ذمتك والآن ما يلزم أنك في كل شهر لا الآن لأنه فات عليك فالآن تقضين هذه الأشياء في ذمتك النذر لو في الشهر الواحد صمتي تسعة أيام مثلا ستة أو تسعة مثلا تنوين بها يجوز هذا ولله الحمد والمن أم خالد بن السعودية بارك الله فيها تقول سويت عملية لعيوني قبل خمس سنوات قال للطبيب صلي جالسة صليت جالسة وسمعت أن الواجب أني أقف أثناء القراءة هل يجب علي إعادة الصلاة أم خالد أولا لا يجب عليك إعادة الصلاة لماذا؟ لأن هذا مما تجهلين ويجهل كثير من الناس لكن من الآن تقومين تصليين واقفة وإذا قدرت تركعين تركعين وإذا ما قدرت تومين برأسك هكذا الله أكبر وفي الغالب أن اللي يسوي عملية بعيون يقدر يركع والسجود تجلسين وتومين إيماء برأسك فقط بارك الله فيك اللي فات ما تقضينا لكن انتبه مرة ثانية وإن شاء الله الفال بعيد عنك لو عجريتي عملية ولا شيء تسألين أهل العلم قبل ذلك تسألين أهل العلم قبل ذلك أم مصطفى من اليمن يقول تقول عندي زوجات أولادي بينهم مشاكل وعايشات بنفس البيت حتى وصلت الخصام بينهن وبين أولادهن ما فتحت الموضوع مع أزواج بخوفا من كبر أن تكبر المشكلة رغم أنهم على علم لكني حاولت نصح وحل المشكلة بدون ما أفتح الموضوع وخاف على أحفادي من تنشأتهم بهذه الصفات السلبية أختي أم مصطفى من اليمن أولا أحسنتي حينما استكتمت على الموضوع حاولت أنك ما تدخلين أولادك اللي هم أزواجها أولاء النساء في هذه المعركة اللي بينهم وخليهم في شغلهم وتعبهم وعناؤهم نسأل الله أن يحفظهم يحفظ الجميع وللأسف الشديد يعني بعض الأزواج يكد ويتعب ويذهب ويعاني يقاسي في السوق والعمل ثم يأتي ليرتاح ويجد مثل هذه المعارك في البيت ومثل هذا الخلاف ومثل هذا الشيء فأنت جزاك الله خير الأمر الثاني اجلس مع بنات أولادك عفوا اجلس مع زوجات أبنائك اجلس معهم اجمعيهم وذكريهم بالله وخوفيهم بالله وقلهم إلى متى إلى متى وأي مشكلة في لها حل وقل لهم ارجعوا لي أنا أنا أحل المشاكل وبعيدوا حتى لا تدخلون الأولاد وطبيعي الأولاد يصير بينهم خصومة وهذا يضرب هذا وهذا يعتدي على هذا طبيعي لكن عليهم يكبرون عقولهم الحريم الحرمة تكبر عقلها وهذا طفل جاهل يسمونه الطفل أيش جاهل ليش يجهل ما يعرف مصلحته وما يعرف مصلحت الآخرين المسألة الأخرى أختي الفاضلة أم مصطفى إذا كان عندكم قدرة مالية عند أولادك الأفضل أن كل واحد يسكن في بيت وستجدين العافية أنت وستجدين الراحة عند أولادك وستجدين الألفة بين أولاد أولاد أولادك جميعا يجتمعون سبحان الله العظيم فإذا يخطى الفاضلة عندك قدرة أو أولادك يستطيعون يأجرون أبدا قولي لهم اطلعوا كل واحد في بيت وخلي الكبير عندك ولا أحد الأولاد يكون معاك في البيت أو إذا استغنيتي أنت عنهم هذه نعمة هذا أفضل حل إذا ما عندهم قدرة ما عندهم إلا هذا البيت يسكنونه استعملي اللين واستعمل الحكمة في إنهاء مثل هذه المشاكل أبو معتزة من السعودية يقول يا شيخ توفي أبي من خمسة من 22 سنة وترك أرض أخي الكبير عمل فيها بقالة ومحل مواد بناء كل هذه الفترة من وفاة الوالد دخل محلات له والآن باع نصف الأرض قال الوالد أعطاني الأرض علما بأن الأرض مسجلة للوالد ولم يعطينا شيء أبو معتز بارك الله فيك يعني هذه مسألة ما تصرح فيها الفتوى هذه مسألة يصرح فيها المحكمة لكن قبل المحكمة اجلسوا مع مع أخيكم وقولوا له يعني نحن أيضا مثلك نرث والشيء اللي أنت اشتريته أو تعبت فيه هذا له حساب هذا له حساب أما ما يعقل بأن كل الأرض لك وممكن تدخلون شخص من اللي يقدر أخوكم وتقدرون أنتم يدرس الموضوع دراسة كاملة وبعدين يوجهكم أو تقترحون على أخيكم تقول له وش رايك نروح للمحكمة وبكل رضا وبكل طيب نفس يقولوا له الكلام هذا ما فيها شيء يقول الله احنا الآن غير قادرين أننا نميز الحق ما ندل الحق لنا ولا لك أو الحق مشترك خنروح للقاضي واحد كل واحد يأخذ بيد أخوه ويطلعون ما فيها شيء وله عيب وله حرام ويقول للقاضي والله يطوي العمر عندنا موضوع ما قدرنا نحله وحننا أخوان وعندنا صلة الرحم أهم شيء نبغاك تفصل في القضية و الحمد لله حكم القاضي إن شاء الله بيريح الجميع بارك الله فيك أبو يوسف من تركيا يقول نحن الآن لاجئين في تركيا ونأخذ مساعدة من الاتحاد الأوروبي تحت ما يسمى بكرت الهلال الأحمر وإلى غير ذلك يقول يعني هل ما نأخذه حلال أم حرام أخوه أبو يوسف بارك الله فيك بالنسبة للمساعدات التي تأتيكم هذه حلال عليكم ولكم ولله الحمد والمن ولا تقلقوا من هذا الأمر لا تقلقوا هذه حلال لكم ولله الحمد وشجعوا الناس على خاصة الذين أوضاعهم متردية جدا على أخذ مثل هذه المساعدات والحمد لله أم صلاح من ليبيا تقول من مدة ثلاثين سنة وحدة مات أخوها في رمضان وشربت ماء عمدا من دون أن يسقيها أحد في وقتها جهل ومش عارف العواقب ما هي الكفارة أختي أم صلاح ما دام هذه المرأة جاهلة ولا تعرف يعني من شدة الحزن والبكة على أخيها والصدمة وشربت ماء في حال الذهول إن شاء الله ما عليها شيء فقط تقضي هذا اليوم تقضي هذا اليوم وتستغفر الله وتعلم النساء بأن ما يجوز الفطر في رمضان عمدا أبو محمد من شيكاغو أمريكا يقول بسبب مرض كورونا أقفلت بعض المساجد خوف من الزحام وبعض المساجد عملوا أكثر من جمعة لاستيعاب الناس لأن المسموح في كل مرة خمسين شخص واضطريت للذهاب لأحد هذا المساجد الآن هل علي قضاء هذه الصلوات ظهرا أم ماذا أخوي أبو محمد بارك الله فيك يعني ليس عليك قضاء هذه الصلوات التي صليتها ولكن تتنبه من الآن على أنك تصلي الجماعة الأولى في هذا الجامع أو أن تذهب إلى جامع لا يصلي إلا مرة واحدة بارك الله فيك ورضي عنك صالح مصطفى طبعا من الإمارات يقول شخص له دين على آخر مليون ليرة سورية ونتيجة لهبوط العملة طلب منه أن يتفقان على ضبط هذا الدين بسعر الدولار في يوم منازع تفادي لتهاوي العملة هل يجوز هذا الاتفاق؟ أخوي صالح هذا الاتفاق لا يجوز لماذا؟ لأنه كان هذا الاتفاق في بداية في بداية القرض ولذلك يكون هذا من الربا يكون هذا من الربا أما لو جاء وقت السداد وما كانوا قد اتفق وثم قال ما رأيك أعطيك بالعملة الفلانية يجوز هذا فيه حديث بن عمر رضي الله تعالى عنه أم محمد من الإمارات تقول هل نقول آمين عند سماعي الدعاء في الحرم المكي في التلفاز أو نردد مع الشيخ الدعاء في حالة كان مباشر أو تسجيل أم محمد بارك الله فيك يعني إذا كان الإمام الحرم مباشر يدعو مباشر ما في بأس تقولين آمين لأنه كأنك الآن موجودة معه هذا مباشر أما إذا كان تسجيل لا التسجيل هذا حكاية أذان حكاية دعاء حكاية كذا فما ترد ما تقولين آمين بارك الله فيك لكن أنت لا تحرمي نفسك من الدعاء ادعي أنت بارك الله فيك أبو هاشم من اليمن يقول أنا أقرأ القرآن ولا أعرف التفسير لو غلط في بعض الكلمات من دون قصد هل يكن علي شيء يا أبو هاشم من اليمن ليس عليك شيء ولا يلزم على المسلم أن يعرف التفسير ما يلزم لأن الله تعالى قال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مَمُدَّكِرْ فَاللَّهْ يَسَّرْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ مريت بآية ما عرفت معناها ما عليك شيء ولله الحمد والمن لكن حاول أنك تقرأ في التفسير لأن القراءة في التفسير تمنح الإنسان سبحان الله قدرة على تدبر القرآن فمن أعظم عوامل تدبر القرآن والأمور التي تساعد على تدبر القرآن معرفة التفسير و الاطلاع على معاني الآيات القرآنية الأخت أم فهد من العراق تقول أم توفيت و إحنا أطفال صغار كنا ثلاث أخوات و أخ قبل واحد و ثلاثين سنة ترك الذهب و كان عن جدتي و والدة أمي و أمي في حياتي خصصت لأخت الكبيرة الحاجة الفلانية الحاجة الفلانية عفوا لها و بعد وفاة أمي أعطت جدتي أختي الكبيرة حسب وصية أمي و باقي الذهب قسمت جدتي حاجة لي و حاجة لأختي التقسيم بعد البلوغ و أخوي ما أعطوا شيء من الذهب مع أن أبوه يعني فاهم و صايم و مصلي و فاهم الدين أم فهد بارك الله فيك طبعا رسالتك فيها شوي تقديم و تأخير عموما أختي الفاضل هذا ظلم ما يجوز لا يجوز أن يوصي المورث لبعض الورث دون الآخرين أولا عندنا لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورث لا يجوز للمورث أن يوصي لوارث إلا برضى الورث إذا لم يرضى و لا يجوز الأمر الثاني لا يجوز للأب أن يهب بعض الأولاد و يترك الآخرين سواء كانوا ذكور أو إناث المسألة الثالثة يعني كون الذهب عندكم و قسمتي أنت وأخوك وأخوك ما أخذ و قبضتوا ما يعني أن هذه المسألة صحيحة يجب أن ترجعوا الذهب من جديد تقسمون على قسمة الله يوصيكم الله في أولادكم الذي ذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا رضي أخوكم هذا قال أنا ما أريد هذا الذهب أنا مسامحكم فيه هذه مسألة راجع له أما إذا قال لا أريد حقي ما يجوز يجب أن تعيدوا القسمة من جديد يا أم فهد فاطمة من اليمن تقول لما كنت صغيرة كنت أخذ من جيب أبوي الفلوس بدون علمه بسبب أني أستهي أطرب منه فلوس و كنت أسرق من البقالة أبغى نصيحة ماذا أفعل الآن يا فاطمة بارك الله فيك أولا التوبة تتوبين إلى الله بالإقلاع عن الذنب و الندم على فعله و العزم الأكيد على عدم العود إليه الأمر الثاني تذهبين إلى البقالة و تقدرين المبالغ اللي كنت تأخذينها أو قيمة الأشياء اللي كنت تأخذينها و تعطينها إياه في الدرج له مثلا أو تقضين تسددين في فاتورة كهرب و إلا شيء إذا ما عرفت صاحب البقالة تقول هذا من زمن طويل و ذهب تقدرين المبلغ و تتصدقين فيه ترجين الثواب له أما ما يتعلق بوالدك يعني ما عليك إلا التوبة و الاستغفار و الندم و ما تعودين لمثل هذا يعني ما تعودين لمثل هذا و ما مضى مضى تستغفرين الله عز و جل منه عمر من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول أيهما الأفضل للبركة للمنزل ختم القرآن أم فقط سورة البقرة تكفي قراءتها يا عمر من ألمانيا بالنسبة للبيت ما عندنا شيء اسمه يعني نختم للقرآن للبيت لا عندنا بيوت مطمئنة فيها أولا ذكر الله عز و جل التسمي على الطعام على الشراب عند دخول الخلى عند النوم الصلاة في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورة قراءة سورة البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة و لا تستطيع البطلة البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان هذا المعنى بارك الله فيك فالمقصود أن البيوت الذي يريد أصحابه أن تكون بيوت إيمانية مطمئنة عليه أن يكثر من ذكر الله فيها قراءة القرآن يصلي فيها النوافل بالنسبة للرجال البالغين يبعدون فيها كل ما يمنع دخول الملائكة من الأصنام و من الكلاب مثلا و كذلك يعني يكون البيت فيها مجالس ذكر يجلس الأب مع أولاده يذكرون الله يقرؤون قرآن يقرؤون حديث شيء من هذا القبيل بارك الله فيك أم رضوان من أمريكا تقول عندي أخت ادعت على نفسها ارتكاب الفاحشة مع شخص حصلت لنا مشاكل كثيرة بسبب فعلتها تزوجت وسافرت الخارج الآن و بعد قطعتها لنا لسنوات مما أدى إلى مرض أمي الشديد بالنسبة لي قطعت علاقتي بها لأن صاحبة مشاكل هي و زوجها قاطعت أمها أمي غير راضية عنها أبدا شيء خلع وتبر قاطعة رحم بعدم التقرب له و خصوصا أنها تطرب لقائي و رقم هاتفي و عندما تسألني أقول بري أمك أولا أختي أم رضوان بارك الله فيك صدقتي نعم قولي لها أولا بري أمك لأن الله عز وجل سيسألك عن أمك يوم القيام فأنت بنت عاقة وأمك الآن في حالة صحية خطيرة يجب عليك أن تسترضي أمك و قبل أن تنتقل والدتك للدار الآخرة أطلب رضاها الأمر الثاني أختي الفاضلة أنت واضح امرأة عاقلة عطيها تلفونك و ممكن الآن تابت إلى الله و ممكن أنابت إلى الله و ممكن عرفت خطأها هذا خطأ و حصل و ذنب و اقترفته و الله عز وجل اللي خلقنا و العباد يعصونا يقبل توبتهم قال و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى و توبوا إلى الله جميعا إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فيأختي الفاضلة لا تقسين على أختك بمثل هذه الطريقة عطيها رقمك و قل له تفضلي فإذا قالت و الله أنا توبت إلى الله و ندمت و إن شاء الله أترك المشاكل أبغى نصيحتك أبغى كذا الحمد لله فرصة لك أن تتاجري مع الله بأختك بارك الله فيك وقت البرنامج انتهى لكن أسئلة كثيرة و ما انتهت و لن تنتهي فيما يظهر لكن أذكركم بكتابة الاسم أو الكنية اسم البلد سؤال واحد و يكون أيضا مختصر بارك الله فيكم ألتقيكم غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله